موسيقى أهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت في هذه الحلقة سنبحث عن مصير لبنان في ظل تفاقم الأزمة إن كان الأزمة مع الخليج أو إن كان الأزمة الداخلية وتشرذم الفرقاء السياسيين يسعدني أن أستضيف النائب فيصل سايق وعضو اللقاء الديمقراطي أهلا وسهلا فيك ساعتك ساعتك اليوم أنت موقفكم لا تحسدوا علي ما بين ربط النزاع مع حزب الله وما بين علاقتكم الوطيدة مع الخليج اليوم شو موقفكم من هذه الأزمة وخصوصا سمعنا كلام رئيس الحزب الاشتراكي كان مهادن حيادة حاول ما يدخل كثير بتفاصيل الأمور لا يعني ما أنه وضعنا نحن لا يحسد صراحة وضع لبنان لا يحسد وضع الشعب اللبناني لا يحسد ونحن من أول لحظة يعني إن كان رئيس الحزب السيد ولي الجملاط ونحن نواب اللقاء الديمقراطي كان موقفنا صريح أنه لابد من دفع ثمن يعني بالأخير صار خطأ معين من وزير الأعلام اللي شغل قبل المكان وزير وإنما أكده بمؤتمر الصحفي يعني لو يمكن لو ما عمل مؤتمر الصحفي كنا قادرين نتساعد على مخارج إنه هذا شغل قديمي وإنما أكد بتحدي بمؤتمر الصحفي وفجر الموضوع إلا ما وصل إلى فعل نحن اليوم السؤال وهي مصلحة لبنان وهي مصلحة الشعب اللبناني قبل ما نحكي بمصالح أفراد ومصالح وزراء أو قوى سياسية معينة لأنه طبعا اللي صار ضرر كبير على لبنان يعني نحن لبنان علاقتنا بالخليج علاقتنا بالكلابية السعودية لا يستغنى عنها يعني وعلاقات بأب ولا مرة المملكة أو الخليجية جوك تحاولوا بيتحدون أو تحاولوا يتعاطوا مع لبنان بفوقية مثل ما عم يتصور اليوم عم تاخد الموضوع بالكرامي وبالشرف وكذا ما بحياة المملكة تصرفت معنا بهذه الطريقة فما كان فيه لزوم يتكبر الموضوع لهالقدي من الجانب اللبناني كان ممكن يلتقى مخرج وزراء بالعالم اليوم وزيري بيقول الله ضلتة صغيرة بوزارة معينة بيعتذر من الشعب وبيستقيل هذا الخطأ يؤثر على لبنان هذا التصريح أو موقف لاحق يؤثر على أو يسيء إلى دول شقيقة ونحن بدأوا ستونه بأن هنا الإساءة إلى دول الشقيقة فعليه يعاقب عليها فليه المواطن العادي بدي يعاقب والمسؤول اللي بيأثر أكتر تهجمه أو تعديل لفظي على دول تاني ليه ما بدوا يقبل أن يدفع تمن اليوم شو تعدى الوزير فرداحي على المملكة العربية السعودية في تصريحات كتير لأشخاص من ضمن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عم بيقول أن الحرب اليمنية هي حرب عبثية وبالتالي هنا ما بيّنت أنه وكأن الخليج دول الخليج ناطرين فرصة للانقضاد على لبنان لا في شك أن هذا التصريح يمكن يكون الشعرة التي قسمت الظهر البعير يمكن تكون طافت وصلت لمحل في تراكمات حتما في تراكمات وأن الموضوع ليس فقط في عبارة العبثية هو حكي عن اعتداء حكي أنه في اعتداء سعودي إماراتي على اليمن وهذا شيء يناف في التاريخ يعني ما بدي يرجع للتاريخ أنه لم تتدخر السعودي أو الإمارات لم يتدخلوا بحرب اليمن إلا بيطلب شرعي من الشرعي اليمنية أولا وثانيا من بعد سنة كان الفريق الحوثي سيطر على صنعاء ووصل على عدن وبلش يسيطر على عدن يعني الحرب كان صار لسنة سنة ونص وفيه عب يصير فيه انقلاب باليمن واليمن يعني بالأخير فيه أمن قومي السعودي يجب أن نحترمه يعني نحترمه وبعتد الدول الكبرى كلها تحترم هذا الشيء فمن الخفة التعاطي بالموضوع بلحظة معينة تاريخية ووصف ما يحصل في اليمن بالاعتداء لسيما أن السعوديين طرحوا مبادرة يعني ما بدي دافع عن السعودي بس للأماني في مبادرة من مجلس الأمن السعودي طرح مبادرة في قرارات مجلس أمن تعنى بالحلول فما تتأخذ بخفة هيك أنه أنا دغري باتهم دولة شقيقة مثل مملكة عب السعودية أنه بتعتدي على جيرانه يعني فيه خفة بالموضوع وكان يفترض أنه بكل بساطة يتراجع عن هذا الكلام ما بدي يتراجع يعتذر ويستقيل بلحظاته الأولى كان ممكن ما يتوصل الأمور لهون أما وقد وصلت لهون اللي بتقليلي الاستئالي تكفي اليوم يمكن الموضوع كبر بس بدنا نفتح البيب يعني لابد من بدء الحوار مع الأخوة بالخليج بدء التواصل وهذا واصل فيه ثمن بده يندفع باليوم وزير الخارجية يدعي إلى التواصل والحوار مع المملكة العربية السعودية ولكن يبدو أنه ما في استجابة لهذا المطلب وبالتالي شو بعد قادرة الدولة اللبنانية والوزارة الخارجية تحديدا أنها تعمل وخصوصا أنه المملكة أخدي مبين أنه أخدي قرارة ومش من هلأ يعني حتى من حكومات الرئيس سعد الحريري وحكومة الرئيس حسان دياب وصولا إلى تكليف الرئيس مقاطي وتأليفه للحكومة وواضح أنه ما في أي دعم سعودي للبنان بظل هذه الأكثرية نيابية الحاصلة المملكة لا شك تعاطت لحد الأمس مع الحكومات المتعاقبة ببنان أنه أنا فرجوني شو بكنت تعمل لم تتدخل بمعنى يسألوا ينسأل رأي بالتشكيل الحكومي لم تتدخل بالتشكيل لم تسمي رئيس حكومي لم تسمي وزراء وفترضت أنه أنا سأتعامل مع الواقع أنتوا أرروا شو بكنت تعمل يظهر شافت أن الواقع عم يزيد سوءا بما يتعلق بالعلاقة مع المملكة أو بنوايا لبنان أو بعض القوى اللبنانية باتجاه المملكة عم تكون أكثر عدائيا وأكثر تماديا وبالتالي حقها والسؤال هنا طب المملكة شو عندها لا تخسره يعني المملكة ما عندها شي تخسره بلبنان أنه غيابة عن لبنان ما بيحمل لعب فيها العلاقات التاريخية الأخوية اللي بتربطنا فيها والعلاقات العروبي وهوية لبنان بس أنه منحكي بالمصالح الشعبين أو بمصالح الدولتين أنه نحن قلنا مصلحة بهذه العلاقة أكثر من مملكة يعني حتى لو رحنا اليوم نحن رايحين عاية مقاف يعني هلأ مش وقتا يعني حكومة بديت من بعد حتى 13 شهر من تأخير تشكيل حكومة تشكلت ما فيه تلات جلسات قبل مشكلة المملكة تلات جلسات وقفت الاجتماعات بسبب بدنا نتدخل بالقضاء بدنا نعمل ننشيل قاضي بطار طيب وقفت الجلسة بعدها بفترة كأيام صار في احتكاك أمني ما بلشنا نخلص تدعيات الاحتكاك الأمني والتحقيق وصلنا على احتكاك ديبلوماسي بهذا الحجم طيب يعني إلى أين ما يوهد السؤال أنه كأنه الناس أنه مجبورة فينا كأنه نحن يعني بالوقت اللي كنا متوعين من هذه الحكومة أولويات تثبت نجاحها اللي هي البطاقة التمويلية اللي هي ضبط الأسعار الدولار اللي هي البرنامج تطور النقاش ببرنامج صندوق النقد الدولي يعني في أولويات الحكومة ضغرفتنا بالسياسة وفتنا بالصراعات وبلشنا نختلف نحن ومع بعضنا بمجس وزراء بلشت القوى تختلف مع بعضا وهلأ بلشنا نختلف مع القوى اللي إذا وصلنا إلى برنامج مع آيام آف تبديك الخليج آيام آف عبيلك اليوم أنا بيطلع لكم من عندي مليار وثلاثمائة مليون بالسنة يعني هادي مع تضخيم الرقم طيب هذا الشيء ما بيقفل هذا ما بيحل مشكلة لبنان مين اللي بدو يدعم مجرد وجد آيام آف كان منتظر من دول الخليجية اللي تدعم وتعمل قروض إضافية وتعمل مشاريع إضافية تجيء استثمارات خاصة يعني ما بعرف لوين رايحين صراحة يعني وبدنا نفكر بالشعب اللبناني بالآخر طيب هذا الشعب اللي معا فيه عب بنزين اللي معا فيه يشتري خبز اللي ما فيه فرص عمل اللي معاشه تدهور هلأ وقتا نعمل مراجل وتحديات وكرمات وكرمات شخصية لشخص طيب أنت يا أخي قبل ما تقول لي كرام طيب فيه كرامة شعب فيه كرامة بلد بس فيه سيادة كمان فيه سيادة طيب سيادة ما تتوقف علىها يعني فيه هيدا حرية البعض يقول اللي بعض يقول أنه هيدا حرية التعبير ما مسوا المملكة العربية السعودية بصميم الأمن القومي تابعهم أو أي شي هيدا رأي أطلقه وخصوصا قبل ما أنه يكون وزير أكد عليه يعني فيه نقطتين أول شي رأي أطلقه قبل وإنما أكد عليه بمؤتمر صحفي وأكد عليه بتحدي بمؤتمر صحفي بعد ما صار وزير هذه نقطة نقطة تانية لا الموظف العام الوزير الشخصي العام منع حرة برأيها رأيها ينعكس على بلدها رأيها ينعكس على أداء حكومتها وبالتالي ما فيني أنا إذا كنت مسؤول هلأ البلوجرز والشباب اللي على السوشيال ميديا يعطوا أراءهم الشعب حقه يعطوا نحن مع الحريات إلى آخر حدود وإنما وزير لا في عليك مسؤولية وبتعطي رأيك لسيما مسكت وأكدت يعني بالتالي لا واضح أنه في نية تصعيدية ما عم بفهم بعد ليش بنا ننطر اليوم بصراحة رئيس الحكومة العائد أو العادة لأن في فريق في فريق سياسي عم يعتبر أنه في مؤامرة موجهة ضده بدءا من تحقيقات المرفق وتصويبه على يعني هيدا المحور محور المقاومة وصولا إلى أحداث الطيونة وصولا إلى الأزمة الدبلوماسية واستهداف وزير إعلام بخطأ بشوفوا أنه حرية تعبير أنا مشيت معك في مؤامرة هيك هني عم بيقولولك في مؤامرة نحن إذا سكتنا هيدا المرة يمكن طلب السعودية يصير أكتر وأعظم وصير في تدخلات أكتر سياسية أنا مشيت معك بالمؤامرة أنه صار خطوات هذا الفريق هو طلب تحت نحية القاضي بالوقت اللي فيه فصل سلطات وكان رأينا خلي القضاء يكون مستقل وهذا رأي رئيس الجمهورية وهذا رأي رئيس الحكومة أنه خلي إذا فيه آليات معينة لتغيير القاضي بطار فلتكن عبر مجلس قضاء الأعلى يعني الآليات الأخرى غير واضحة فخلي القضاء هو يعالش وهذا رأي الأكثرية بما فيهم حليف هناك جمهورية ما مشي الحال هون صار أحداث الطيوني ما مشي الحال هون فتنع على ملف أكبر أكبر يعني ما شايف أنا فيه مؤامرة على هذا الفريق أنا شايف فيه افتعال لمشاكل بمحلات ما للزوم ما لنظرورية عم بتأزم الوضع وكأنه تخلينا نحط كل شي على الطالة ونعلجها ما بيحموا اللبنان يعني لبنان اليوم اللي مفلس لبنان اليوم اللي بحاجة للدعم الدولي اللي بحاجة لتنظيم صفوفه بحاجة لمصدقية لثقة شو بنا نحكي عن الثقة الداخلية كشعبنا أو كان مطلوبنا الحكومة ثلاثة أربع شغلات مثل ما قلنا يعني ماشي البطاقة التمويلية الـ IMF يوصلوا له مين يبتوبس واتليست يوصلوا للنجد وانتخابات طيب هالثلاثة شغلات ما فينا نعملون بهدوء وبتأني وصلنا لهون هلأ هلأ لنشوف الرئيس مئاتي بشو جاينا بشو جاينا لا يحصد على موقف هلأ قبل ما وصل كمان في أزم جديدة مستجدة الزيت هل مرشحة هذه الأزمة اللي أنت تفاقم يعني وقال كان واضح حتى إن كان وزير خارجية السعودية أو إن كان وزير خارجية لبنان إنه المطلوب برأس حزب الله اللي لبنان مش قادر يعطي رأس حزب الله للمملكة منين جاب هالمعلومية يعني ما عرفهم أنه هذا وزير خارجية إن شاء الله ما يكون حكيهم بهالتفاصيل كله لأنه بالأخير مين عابقله بدنا طالب رأس حزب الله يعني السعودي شو موضوع كان واضح السعودي وزير الخارجية السعودي إنه المشكلة هي هيمنة حزب الله على نظام لبنان المشكلة أكبر إنه هوية لبنان هوية لبنان بالأخير مش بس من جهة المملكة من جهة العالم كله إنه بده يحافظ على هوية لبنان وكل المكونات يجب أن تحترم هذا الشيء يعني ما بيسمى مكون يطغى على بقية المكونات بس لما وزير خارجية بيرجع بيحكي لك لوين دافش لوين بعدك عم تدفع بالموضوع إلى السلبية بتقليلي هلأ معقدة معقدة كتير وبدأ تاخد وقت للمعالجة وكلما تأخر بفتح نافذة للمعالجة كلما بدأ تصير أصعب المعالجة وفتح النافذة يكون باستقالة الوزير أو إقالته وإلا رح يحشر الرئيس الحكومي إن شاء الله لأ لأنه ما فينا نتكل اليوم على الدعم لا ما في شك إنه جو دورة الرئيس مئاتي بسفرته إنه في جو أمريكي وفرنسي إنه تريث لحكومة يجب أن تبقى لأنه هذه الحكومة يجب أن تجري انتخابات نيابية اللي هي على مسافة خمسة أشهر فبس ما بدنا كمان نحن نستقوي بكرة على السعوديين نزيد تتفقوا مشكلة إنه والله نحن الفرنسي عابقلنا طولوا بيكم الأمريكيين تبين بمشاكل سابقة مع المملكة ما قدروا الأمريكيين والفرنسيوية علجوا لناها لبل تفاقمت ومن ضمنها مع طيار المستقبل تلك ما قدروا عالجوا مشكلة رئيس الطيار معنا هذا ما قدروا عالجوا مشكلة اللي حدد مشاكل حصلت وبالتالي والعلاقة بين السعودية واللبنان أكبر وأقوى وأهم من أنه نستعين بفريقتين نستعين خوضة بالمباشرة بلنا ناخد خطوة إلى الوراء أخطأ وزير يعترف بخطأه يستقيل يعترف يعمل بديوية بس يزيح عن ساحة ما يدفع لجميع اللبنانيين هذا الثمن تيقدر رئيس مئاتي وغيرها يفتح حوار جدي بكل المشاكل اللي بين منها موضوع التهريب موضوع الكابتا فيه معاخز السعودية مش مستحيين فيها يعني 200-300 ألف لبناني بالخليج عندك 6-7 مليار ما بدنا نحكي بس بالمال ما نحكي سياسي ومال في 6-7 مليار إجوا على الأهل اللبنانيين أهلهم بعطولهم من الاختراب ونصهم من الخليج إلى اللبنان المقيم ويحكى أنه فيه خطورة على يعني وقف هذه التحويلات من المملكة نحكى هذا الجو الجو تصعيدي بس أنا بعدني براهن أنه السعودي لن يقاسس الشعب اللبناني يعني بعد المملكة لا تتعاطى مع الشعب اللبناني كمشكلة يعني فهمان المشكلة وين بس كمان فيه مسئولية على الشعب يضغط على مسئولينهم وعن يصير ضغط وفيه مسئولية على المسئولين يتصرفوا بمسئولية وما ياخدوا الأمور ببساطة أنه بكرة الفرنسوية بيحكو معها وبكرة الأمريكاني بيحكو معها ما أننا نستقوي على السعودي إذا فيه أزميل من وجهها من أخ لأخ وقابل للحلول ولو أخذت شوية وقت وشوية أخذها هل بتتوقع أنه الانقسامات السياسية تزيد أكتر وخصوصا أنه موضوع استقالة الوزير قرداحي يبدو أنه كثير بعيد وهو متمسك ببقاء بهذه الحكومة مدعوم الموضوع الآخر إقالة الوزير الرداحي كمان رح يسبب مشكلة ما بين الحليفين اللي هنا رئيس الجمهورية وحزب الله وبالتالي نحن على أي مسار رايحين هل هو تأزيم الوضع بالانقسامات أو التفرقة بين الحليفين جراء هذا الفرد وإسقاط الإقالة لا ما في شك عدم الخوض إراديا بالحلول وعدم يريدوا كل اللبنانيين اللي معه واللي ضد يريدوا يعملوا تنازل معين ويهدوا الموضوع ويلاقوا حل رح يأزم الموضوع يعني اليوم إذا الأم يستقل الوزير الأعلام وإقال تمنى سهلي لأنه بدي اكتلتين مجلس الوزراء ونحن حتى طرحنا طرح الثقة بمجلس نواب كمان مناعين لأنه عندهم أكثرية مجلس نواب وبالتالي إذا هو لم يأخذ طرح الثقة بالوزير من رفض مش رفض يعني طرحناها ألميا بس واضح أنه ما في أكثرية مسنوة ضمن هجة وهذا وتجد تجددينه الثقة يعني تأكدي على بالعكس يتقلب عكسية ويسيق للموقف اللبناني بينه كأنه لا هكذا بدأ الطبقة السياسية اللبنانية بدأ تتحدى وبدأ تعمل وبالتالي إذا لم يستقلوا هذا الأهون أنه يتصرف بمسؤولية ويعتبر أنه بالأخير في مصالح شعب في مصالح وطن وليس تنازل وليس كبر وليس تحديات وكرمات يعني بمصالح الدول ما بينحك به يعني منه المعيار هو الكرمات والتحديات يعني والسيادي طيب وين السيادي بالحدود السيبي وين السيادي يعني ما بنا نحكي يعني بالسيبين بالسيادي اللي صغير يعني ما وقفت السيادي على هذه النقطة اللي عم بتسيقلة دولة لا تريد أن تسيقل وتريد أفضل علاقتنا وبالتالي إذا لم يتم هذه الخطو قبل يتشنج مرس وزراء يعني ما بعرف أدي في وزراء بالأخير في بعض الوزراء يمكن لا يتحمل ويأخذوا الأمور بزنس أزيوج ويكفوا عادي رئيس الحكومة ما بعرف أدي بيتحمل ضغط يجدوا يمكن هلأ دعم أمريكية فرنسية أنه طور بيلك ورح نساعدك بس إذا ما قدروا يساعدوا قد يتحمل رئيس الحكومة هذا التعطيل بس بعض المصادر اللي بتكون قريبة من رئيس الحكومة بيقول إنه إذا الواحد بده يفاضل شو قدمت السعودية للرئيس ميقاتي وشو قدم الأمريكان والفرنسيين لحكومة الرئيس ميقاتي وبالتالي يعني إنه إذا طلب من الرئيس ميقاتي من قبل الفرنسيين أو الأمريكان ممكن يستقيل ولكن السعودية شو قدمت لهذه الحكومة لكي يستقيل ما بنحكي بالأشخاص يعني نحن ما بنحكي دولة شو قدمت للشخص يعني لا ينتظر الشعب للحكومة بس لا ينتظر الشعب الناني لا في فريق سياسي أو الأفريق السياسيين أو لأشخاص سياسيين يعني ما هذا المعيار المعيار شو قدمت هالدولة لبلدك لشعبك لناسك فهون المقياس بيفرق كتير بلس إنه لا يراهن على الأمريكي والفرنسي بالأخير لما حطوا بهالموقع كمانا بيعرف رئيس مياتي إنه أنا بدل وقتل بنحط بموقع إنه أما هلك وأنا إحنا منرض فيه ثمن بكرة بدي أقولوله طيب تعرف شو رح نخليك بعد شوي شوفونا شوفونا بترسيم الحدود البحرية شوفونا شوفونا بهالموضوع ما رح يكون دون مقابل الخليجي والعرب الأخ والعرب إنه الوحيدين اللي يتعاطوا معك بدون ثمن مسبق بالأخير أوكي وصلوا لأمتعاد إنه كل شيء يعملنا وبعد كننا عبر تهجمونا وعبر تهجموا لنا بس بتقليلي دول مثل أمريكا وفرنسا عندها مصالح أي تعاطية أو أي حماية لحكومة هي حماية مقابل ثمن سياسي سيكون أكبر بكثير من إنه نرفع التليفون ونحكي ونعمل خطوة معينة ونحكي بالمباشرة مع الأخوة بالمملكة ونشوف كيف ننعيش هذا الموضوع بس بكرة ما نكون خلصنا من أزمة وزير الإعلام وتبلش كمان المطالبة بإقالة وزير الخارجية يعني هون كمان في تخوف من هذا الموضوع إنه نظلنا كامشين لبنان كأنه كامشينه بمطرح لأنه هو بحاجة لإلنا ولأنه بحاجة لمساعدتنا نحن منقدر نفرض إقالة أي وزير من الوزير هذا المطروح يعني ما هذا المطروح من الجهة المقابلة يعني المملكة ما عم تحط عليك الشروط المملكة قالت لك سمعت لحد اليوم أنه أقلوه قالش حدم شي جهة رسمية بملمة الكتاب صراحة قالتو قال نحنا فلين وإذا بتريدوا خيفوا من عنا يا سفير وفي سفيرنا فلين أنه نحن عم نعمل مصلحنا عم نحترم حالنا ونعم مصلحنا ما قالوا لك شو تعملي نحن اللبنانيين بين بعضنا عم نقطرح حلول وأحد هذا الحلول والحل الأسرع كان لازم يكون كان لازم من اليوم الأول يكون هذا الموضوع الاستقالي بس السعودي مش حططها كشر ما أنه حططها كشر طبعا عنده مطالب سياسية طبعا يتوقع من لبنان أنه ما يكون معادي يتوقع صار له سنين مش اليوم يعني نحنا من سنوات السعودي يقولك ما تكوني معي ما عم نقول جاهره بوقوفكم إلى جانبي بس ما تجاهروا بعداوتي من بعض الدنيين ما تكونوا منصة للعداء للسعودية ما عم يطلبوا أكتر من هيك اللي هو منطي وإذا ما تكون تكفوا هيك أنا ما قالي عليكم وما قالكم علي أنا تارك وأبعوا شاوكم بيدكم إذا بدنا نحكي شوية بالداخل اللبناني تأثير هذه الأزمة على الداخل اللبناني شفنا رئيس طيار المرادة من بكركي وقف إلى جانب الوزير قرداحي لأنه بيعتبروا أنه هذا شيء سبق توزيره وسمعنا شؤال اليوم هل برأيك هذا الموضوع كنا بنعرف أنه هو أكثر المرشحين لأنه يكونوا رئيس جمهورية بالمرحلة المقبلة هل برأيك هذا الموضوع رح يستخدم ضد الوزير سليمان فرنجية في ترشيحه لرئاسة الجمهورية لكن ما ما تروح بعد وما معروف أثر هذا الموضوع وسليمان فرنجية للأماني يمكن بيطرحها من باب الوفا يعني معروف عنه سليمان فرنجية أنه صديق وصديق ووافق مع أصدقائه قد لن وافق على خطوطه السياسية وبيتفاهمه برأه ما بعرف يعني هل ممكن دول الخليج تتفهم موقف رئيس سيارة ما بعرف هيك ما فينا نعرف الأيام اللي ستثبت بس ما بعتقد سليمان فرنجية عملها كتحدي للمملكة وهو قال شو بياخد قرار نحن بنقف معه نحن نضغط عليه فسليمان فرنجية بتصرفها من باب أخلاقي طبعه هيك ومعروف عن طبعه مع أصدقاء وصدقه مع أصدقاء هلا بالسياسي لا نوافق أنا لا أوافق بالسياسي بس أتفهم يعني ما وافقه كيف بنعكس بعد ما بكير للانتخابات الرئيسية نخلق نقدر نعم انتخابات نيابية يعني الضروري أحد الضروريات أبقاء على هذه الحكومة هو لإجراء انتخابات في موعدها لأن هذا الموضوع هذه آخر خرطوشة ثقة للبنان يعني العالم بعده عم براهنوا من هون إجد الضغط الأمريكي أو التوصي الأمريكي الفرنسي لغاية اسميات أنه خليك لأنه بنا نجري انتخابات وهذا مطلب نطلب دولة الانتخابات لأنه بدهم يشوفوا أنه أعيد تجديد هذه الطبقة أو أعيد الثقة لجزء منها وجدد قلب الأكثريات البعض يقول في هذا الهدف عند الأمريكيين واللي عم بيساعدهم الفرنسوية لأنه هن عندهم كمان أسبابهم هن هدفهم قلب الأكثرية وتقليص حجم حزب الله وحلفائه الأهداف بلشت طموحة كتير صراعا كل العالم ما اعتبر أنه فينا نقلب الواقع السياسي في البنان مؤخرا بلشوا يكتشفوا من الأحصاءات أنه منا بهذه السهولة تقلبي الواقع السياسي اللبناني وإنما طموحهم صار ويعلنوها أنه يكون عندهم لوبي بمجلس النواب عشرة خمستاش اتناش اللي هو لوبي يقدروا يكونوا متواجدين لهم رأي بأضايا معينة ولوبي يخدم من مرحلة الغاز ولمطف ليس بس المنطفدين يعني مش بس المنطفدين حلفاء لأمريكا حتى يعني في جهة سياسية طويلة عريضة بلبنان هن من حلفاء أو من ضمن حضرتكم نعم بتصير على العنوان يعني سيكون في فريق المجتمع المدني ما بعرف أده بينجح منه سيكون في فريق معين هذا لوبي خاص ناس بقوة أو برؤية رؤى معينة والأحزاب التانية ستكون حسب الموضوع في موضوع يمكن نحن نتفق مع قوة تانية ومن ضمن المجتمع المدني في موضوع القوات يتفقوا يعني حسب المواضيع بس ما في شك أنه كل القوة السياسية عم بتجدد خطابها نحن كان عندنا كحسب تقدم المؤتمر عام سبت الماضي وطرحنا أفكار عديدة وكان لقاء صريح لكدريت الحزب وعم نشتغل على تجديد خطابنا السياسي كل الأحزاب مطلوب مننا بترجع تستعق أنه بالأخير بعد اللي صار يعني بدنا نكون صريحين بعد اللي صار كل الأحزاب برغباني بترجع تجدد شرعية جماهيرية وبالتالي نحن واثقين أنه عم نطور خطابنا السياسي عم نطور أدائنا السياسي بطريقة عم نكون إلى جانب ناسنا بطريقة أنه ما تكون الخسائر كبيرة في قوة رح تخسر أكتر من قوة بديك تشوفي البدائل شو هي ما في بدائل واضحة بعد لكل الطرحات اللي صايرة فيه امتعاد من الناس على اللي وصلنينه طبعا يعني بلد أفلس دولار صار 20 ألف البنوك بطلت تعطي مصاري الناس يعني تعطى البلد تعطى فيه خوف من يعني يجي الناس أنه أنا مني مع حدا بس ضدك يعني أنزل قاصص قاصص قوة سياسية معينة بس لأنه وصلنا للي وصلنا له بمعزل إذا عندي بديل أو شايف بديل هذا مخيف مشانهيك ضروري القوة السياسية الموجودة تضوي على برامجها وعلى طرحاتها للمستقبل وضروري المجتمع المدني يكون واضح أو قوة المدنية تكون واضحة وين أخذ عاد الناس بتروحها بسؤال مباشر لا نختم هذا الحديث اليوم في المؤتمر العام الذي ذكرته حضرتك في جو أنه الكوادر الحزبية كان فيه كثير تصويب على حزب الله وهجوم سياسي على حزب الله بوقت أنه رئيس الحزب التقدمي طلب التهدئة بواجه حزب الله شو هو سبب هذه التهدئة هل هي أصوات الحزب الله تحديداً بمنطقة الشوف ولا فيه ديل عم يركب بينكم وبين حزب الله لا الموضوع أعمق من هك نحن العنوانين رئيس الحزب ينظر إلى السلم الأهلي ينظر إلى الاستقرار نفهم نحن شباب تتحمس مزعوجي من الوضع اللي وصله لبنان اقتصادياً اجتماعياً مالياً في جزء منه اقتنع أنه يلوم حزب الله عليها يلوم جزء من القوى السياسية عليها يلوم السلطة اللي كان المدى الأكبر بالتصرف فعاملي غضب عند الشباب عندنا وعند غيرنا إنما كقيادي أو كرئيس حزب بده يكون واحد بده يحكي بعقل نحن اليوم الأولوية أنه سلم أهلي استقرار ولبنان عنده آليات ديمقراطية لبنان ديمقراطية تسمح بالتغيير تسمح بالتطوير بأسلوب سلمي خوّفكن مشهد الطيونة يعني أعاد إلى ذاكرة مشهد سبع أيار لا بس حزننا أكتر حزن شهدات لا أين فريق تمو يعني بأخير هؤلاء اللبنانيين عم بيموتوا عم بيتحمسوا وهذا الحماس لا يؤدي لنتيجة وتاني يوم الحياة حياة رجعت طبيعية وراح يتعلي راح بالأخير ساعتك بس خلينا ننتقل الاستماع إلى وزير الخارجي عبدالله أبو حبيب من قصر بعبدالله وسائل الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف مواقف فردية تصدروا تصدروا عن جهها أو أفريقاء لا تعبر عن وجهة تصل الدولة اللبنانية المحددة فيما يصدر عن أركانها وفي البيان وزاري إذن مالت الحكومة الثقة على أساسه علم اللبنان يعتبر أن أشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شريقتين مثل لبنان والسعودية لا بد أن تحل من خلال الحوار والتنسيق في روح من الأخوة الصادقة وفق المبادئ المحددة في مساق جامعة الدول العربية التي يحتضن كل هذه الدول فكيف إذا كانت هذه الإسكالية غير صادرة عن شخص أو عن جهها في موقع المسؤولية ويهم من التأكيد في هذا المجال على أن لبنان الذي عمل دائما من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية ودفع غاليا سمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية يتطلع اليوم إلى أشقاء في الدول العربية عموما ودول الخريج خصوصا كي يكون إلى جانب هفاظ الزروف الصعبة التي يمر بها والضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه وأن يتباعد عنه ستكون له انعكاسات سلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشقاء وكلنا ثقة في خامة الرئيس وأنا بأن ما حصل خلال الأيام الماضية يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة وعدم صب الزيت على النار لسيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة لا أي دولة كما يتطلع لبنان إلى ضرورة تفاهم مقتضيات النظام الديمقراطي التي اختار ها اللبنانيون ومن أسسه لحرية الرأي والفكر من دون أن تسيء هذه الحرية إلى علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة تحت أي زرف كان وشكرا إذن هذا كان تصريح وزير الخارجي عبدالله أبو حبيب من قصر بعبد عقبة لقائه رئيس الجمهورية برأيك كل هذه الرسائل إلى المملكة العربية السعودية تعقبا إذا في أي ملاحظة شفتها الجزء اللي اسمعت للمسمعنا الأول أنه يحاول يودي رسائل إيجابية وهذا جيد بس فينا هالرسائل تكون مجلس وزراء مجتمعا يعني منقدر نرجع نعيد اجتماعات مجلس وزراء برأيك بيقبلوا سناء الشيعي عقد جلسة لمجلس وزراء بظل هل لبنان اليوم في أزمة تستوجب اجتماع مجلس وزراء ولا لا لشو عملنا حكومة طبعا عملنا حكومة عند كل محطة نعطلها طيب اليوم اجتمع وزير خارجي مع فخمت الرئيس بكرة بيجي الرئيس ميقاتي مع فخمت الرئيس بيطلعوا موقف تاني وهذاك مع هداك بيطلع موقف طب لأي انت بنانسي المجتمعين في حكومة تعطلت لسبب تبين انه هذا سبب قضائي مجلس قضاء الاهل عمل اجتماعين او ثلاثة مع القاضي بيطار وارتقى تركوا الموضوع ماشي طب خلاص خلينا نفصل هذه السلطة عن سلطة تنفيذية يجتمع مجلس وزراء فيه امامه مهمات عديدة بدءا بهذه المهمة من اعادة ترتيب بالوضع مع المملكة العربية السعودية والامارات وقدور الخريج استمرار لمتابعة الموضوع على صندوق النقد اطلاق البطاقة التمويلية الناس اليوم يعني صار معاش لحد الادنم بالتانكتين بنزين الناس كيف عبتوصل لشغلة الناس كيف عبتوصل عمستشفياتها يعني ازمات اللي عم نشوفها بالنهار بالمستشفيات وبالمداز وبالجمعات يعني لا تحصل طيب ما تروكي الناس هيك لانه انا ما بدي اجتمع وانا زعلين على هالنقطة ما بقعد معك وانا بحكي هيك وكرامتي ما بتسلح علي اعتذر طيب مينك انت يعني ومينك انت وانت وانت يعني مشوعة بتعملوا بالناس انه الناس معلاش يعني تدفع تمن عن جهية فلان واخطاء فلان وتكبر فلان وحسابات الاقليمية لفلان طيب الى متى يعني الناس بدت ضحية هالمزاجيات السياسية كلها في مجلس وزراء يتفضل يجتمعها مجلس نواب رغم كل المشاكل صارت رئيس بر ضل يجمع مجلس نواب ضل يجمع مجلس نواب رغم كل الصراعات الموجودة لانه هاي مؤسسة يجب ان تستمر يتفضلوا الوزراء اللي قبلوا بيتكلفوا بحقائبهم ما يعطلوا مجلس وزراء لأي سبب الكام يرجع مجلس وزراء ويحكوا اللي عب يحكي الوزير هون ويوجهوا 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 الرسائل الصح هل فينا يعني السؤال الكبير سترون انه اليوم طيب لبنان يجب ان يكون ساحة حوار للصراعات الاقليمية ليه عم نصر نرجعوا ساحة صراع يعني اللي عب يصير اليوم اذا تطور اكثر هنرجع نحنا طيب السعودي بدي يبعث رسالة للإيراني الإيراني بدي يبعث رسالة للسوريا هذاك بدي يبعث للأمريكاني يعني منرجع هيك منرجع نحنا منسخر حالنا انه هلأ منرفض لتنازل ومنرفض نحكي بمنطق الدولة وبكرة منصير يعني منصير هيك روابية بس المشكلة مشكلة ساعدتك انه كمان الواحد لما يكون هو واقع بمشكلة بحل الأمور لإله بحرم على غيره رح أعطيك مثال البعض يقول انه حضرتكم كمان مرأته بأزمة أبرشمون حادثة أبرشمون وتعطل مجلس الوزراء بهدف عدم إحالة هذه الجريمة إلى المجلس العدلي وبوقت وقف حتكن الرئيس الحريري الرئيس نبيه بره حلفائكم وقفوا حتكن وتعطل مجلس الوزراء لأكثر من أربعين يوم اليوم ارتياب من عمل هذا القاضي من المسار اللي عم يتبعوا هذا التحقيق فيه استنسابية فيه استهداف وبالتالي اليوم انتو شو موقفكم من حليفكم رئيس مجلس النواب موقفنا ما عطلنا الحكومية يا أبرشمون نحن ما عطلنا الحكومية ما نحن اللي عطلنا اجتماعات الأجوم بوقتها نحن سلمنا كل اللي انطلبوا وبعد فيه شباب من الحزب التقدم والاشتراكي موجودين اليوم موقفين بالوقت اللي ما حدا نسلم غيرنا وصعينا يعني احتكمنا إلى القضاء وأكدنا على عدم تكبير المشكل وأكدنا على أن الجيش هو المرجع والقضاء هو المرجع وبعدهم بالقضاء الشباب وبعدنا المحامين عم يتابوا بالوقت اللي ما بدي أرجع لسبب الحادث وسبب يعني ما عم برجع أنا للحادث كحادث عم بحكي عن المسار بس بدلاً عن تريات على المملكة عن تريات على ضايع على فريق يعني هاي منطقة تحديية وممكن خوفاً على سلم الأهل تكونوا حلفة بالانتخابات المقبلة كمان لا لا ما في شي لحد الانتخابات ما عم نحكي فيها خلينا نحكي بأزماتنا بس للأماني نحن ولا مرة بأي حادث صار مع أي قوة كان فردي كان مش فردي أول ردة فعل من رئيس الهزب وليل جملات بيتسلم المطلق النار بيتسلم ظلماً أو مظلوماً وعن بيضلهم بالسجون يعني اليوم عندك ناس بالسجون قام لي مشاكل صغيرة وغيرك ما فيه وعن نقول ماشي الحال نحن نبقى نحتكم إلى القضاء لا نعطل مجلس الوزراء لا نعطل في حينها يعني ما نحنا اللي عطلنا وقت مزلوماً ما بعرف ليش كبرت هالقد وكل شغلة ليش بتتكبر هالقد نحن عم نكون دايماً توقف مجلس الوزراء لأن بوقتها كان فيه استهداف سياسي شعر في حلفاء كون تجاهكم وبالتالي وقفوا حتكون اليوم فيه استهداف سياسي لفريق معين كمان هيدا المجلس عم يتوقف بنفس يعني الظروف اللي كانت بوقتها ولكن اللاعبين تغيروا استهداف لمين يعني مين يعني مين يعني مين فيه فريق سياسي عم بيقول أنه محور المقاومة اللي هو هلأ يعني مألف من وزيرين للرئيس نبيه بر ووزير لتيار المردة وضمناً عم يوصل رسائل إلى حزب الله يعني مشكلة المملكة ما بلشت مع حزب الله بلشت مع وزير من كسروان عايش بالخليج يعني رحم كتافه من الخليج وهو بيعترف أنه أنا أفضل يعني ما بلشت بلشت هون المشكلة حزب الله سنده وحزب الله طاب بالليل بالليل ذاتة أو اللهج أنه ما بيستقيل بس ما بلشت المشكلة مع حزب الله هلأ طبعاً في صراع المنطقة رايحة على صراع أكبر إيه إذا استمرنا هيك رايحة المنطقة على صراع أكبر بس أين نحنا من هذا الصراع ونحنا بمؤتمرنا حكينا عن السيادة حكينا أصلاحه سيادة بمؤتمر الحزب طبعاً السيادة بحوار يعني لأن السيادة شايفينا عملنا حوار طاولة حوار عند الرئيس بر كل القوى اللي كانت متصارعة وكان انقسام عمودي وقت بالألفين وستة كان عنا الجرأة كل إيهاتنا نحكي بأضايا حساسة اليوم ما عم نخاف نحكي فيها مذكر وقت حكينا بترسيم الحدود الشرقية والشمالية حكينا بشبعة حكينا بالاستراتيجية الدفاعية كلها عم نحكي بالألفين وستة وكانوا حزب الله على الطاولة وكلنا كنا بعد خمسة عشر سنة منخاف نحكي بهالمواضيع منتركها أنه تعالج حالة الموضوع والتهريب يكفي والمشاكل يتكفي والصراعات يتكفي بدنا عن جد نحط الأولويات اللبنانية على الطاولة بس هذه الأولويات بدأ حكومة في حكومة اليوم وفاق وطني حكومة كل متفعليات يتفضل يجري يجتمع فيه معخص قضائي يروحوا على القضاء تما هو عم يروحوا على القضاء بس في دستور يعني أستاذ فايصال فيه دستور بيقول أنه الوزراء والنواب بيتحاكموا أمام المجلس الأعلى وحضرتك عضوا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء بس لا فيه حسب التهمة حسب التهمة والقاضي لما هي هذه التهمة هون اللي هني عم بيقولوا فيها ارتياب أنه كيف وصل طيب قدموا على الاستقناف وقدموا على التمييز مرتين وهلأ طعنين بالقاضي طيب خلي القضاء عالج هلأ عم نقول أنها مش مع أو ضد عم نقول قدمت على محكمة الاستقناف رد القاضي ردت لكم قدمت على التمييز أول مرة وثاني مرة ردتهم هلأ معدمين ما بعرف شو كمان أي وسيلة قضائية تتكفي يد القاضي نحن معنا مينع بس نحن ضد كف يد قاضي بوسيلة سياسية يعني اليوم أول قاضي تراجع أول قاضي اللي هو صوان رئيس صوان ما هيك نعم فادي صوان فادي صوان يعني ترك الملف كفهم بنفس المصر القاضي بطار طب هلأ إذا بيترك القاضي بطار بقرار سياسي من هو القاضي الثالث اللي بدي يكفي هذه القاضية ومن هو القاضي الثالث إذا كفها القاضية رح توسع الناس من هو رح يمشي صح بعد كل ما مر ما شافوا بالقاضيين اللي قبلوا اللي صار فيه طب ما في ضحايا في متين ضحية في تدمير مديني لا يجوز ما ناخد إجابات عليها طبعا يفترض أن تكون الإجابات بمحلة واليوم فيه قرار بقطرة دستورية اليوم بيطلع قرار ظني بس يطلع قرار ظني بعد فيه بتروح على المحكمة ما تحاكموا بعد بعد قرار ظني يعني القاضي بطار بانتهي دوره عند القرار الظني وبتروح على أهم أهم مرجعية قضائية ممكن تحاكم فيه وهونيك المحاكمات بيدافع عن حاله الوحد وهون يدافع عن حاله البريد يدافع بالطرق القانونية ما فيه مشكل بس ما نسيس هذا الملف فيه ضحايا من سيسها وبذكر أنه حتى الفرنسي والأمريكاني اللي هلأ شادين ظهروا فيه أنه بموضوع أنه يساعدونا مع الملك بقولولك أنه العقوبات أو الإطار للعقوبات الأوروبية مرتبطة بالفساد مرتبطة بوصول التحية بالمرفع إلى خواتيم وبطريقة شفافة والأداء الديمقراطي للدولة الإبنية هي انتخابات فخلينا نذكر أنه نحن أمام مواجهة دولية الفريق الآخر عم بيقول أنه كيف الفرنسوية وكيف الأمريكان بيعرفوا بنزاهة هذا القاضي لو لا هن دعمينه حتى من دون معرفة لهدف معين لهدف التصويب على حزب الله ما دعمينه دعمينه بالشخص بلا البيانات كانت واضحة دعمين في قاضي معين وفق مرسوم صدر عن الحكومة اللبنانية والمجلس قضاء الأعلى اللبناني ووزير باقتراح وزير العدل اللبناني وبالتالي أنتو عينتو عم يشتغل تركوه يشتغل وندعم شغله إلى الآخر إلا إذا عندكن سبب قضاء ووسيلة قانونية لتزيحو بس ما بنقبل تزيحو بالسياسي هاي الفكرة ما في دعم للقاضي كشخص ونحن ما بنعرف أنا أنا بحكي ما بعرفه للقاضي بس ما وشفت إنه عم يشتغل خلوه يشتغل في بعض موضوعين بدنا نحكي فيهم بآخر ربع الساعة أولا رح بلش بموضوع الإيم أف هل برأيك خلاص طوينا هذه الصفحة بظل كل المشاكل اللي عم نمرق فيها والسجالات السياسية خلال الإيم أف في ناحية تانية ناحية سياسية وناحية فنية من الناحية الفنية لا فريق العمل اللي يفترض يفاوض وجد وعم ببلش حكي مع الإيم أف واضح إنه واصلين لنقاط معينين المطلوب من الإيم أف صار واضح بده تحدديله الخسائر يكون في توافق لبناني شامل على تحديد الفجوي في البنك المركزي أو الخرم هل سهل نصلة؟ ما نسهل لأنه صار علي خلاف كبير في المرة الماضية ما أنه موضوع سهل بس لازم نصلة وفي موضوع توزيع الخسائر تفاتوا على هذه الفجوة وخسائر كيف كنت أسموها بين المودع وبين المصارف وبين بصرف المركزي وبين الدولة اللبنانية في أربع جهات يفترض أن تتحمل المسؤولية تقليلي سهل وما قدروا يوصلوا للتفاهم على الخسائر وكيفية توزيع بس فيه عندنا مدى إلى ما لا نهاية نظل الناور لا بدنا نضطر وأساسا هني حاطين مهلي لأخر السنة ولا خلاص؟ لا الحكومة حاطة مهلي لا يقال أن المجتمع على دولة لا حقق بأي لحظة لك حقق ما في أي دولة لأني أنت مشتركة فيها أنت عضو وبتدفعي اشتراكات وبالتالي حققت بمبلغ معين ضمن شروط معينة شروط ليست سهلة يعني شروط لأي مف كمان منا سهلة رح يكون من جزء من الشروط كمان وقف التهريب ضبط الحدود ضبط المطار ضبط المرفق ما فيه شيء اليوم نحن شايفينه بالسياسي بس كمان بالاقتصاد نحن عم نعتبرها شروط سياسية بس ما رح تجي كشروط اقتصادية كمان يعني فيه تعيدات إذا لم نقتنع يعني اليوم لبنان بحالة إفلاس إذا لم نقتنع إذا لم نتحول إلى دولة حقيقية شفافة مع حوكمة حد أدنى من الحوكمة ما حافينا نطلع من إفلاسنا واضح العالم كله أنه ما حيساعدك إلا إذا عملت إصلاح الإصلاح من ضمن الإصلاح هو انتخابات الإصلاح هو وقف فساد الإصلاح هو ضبط حدود الإصلاح هو كهرباء كل هالملفات بنا نواجهها بكل جرأة وبنا نصلحها بكل جرأة بتلاقي مساعدة العالم بدون مساعدة العالم ما فينا نطلع نحن نغمق أكتر وأكتر وفي دول سبقتنا هاي فنزولا فنزولا فيها نفط وفيها الشعب الفنزولي للأسف يعني بأول بسنة معينة بسنة نزل وزن الشعب سبع كيلو على الأزمة يعني شبه مجاعة بمرحل مراحل هلأ بلشوا يطلعوا لأنه نسجموا مع العالم فما نتوقع وين ممكن نصير يعني ما ممكن تتخيارني هلأ بتقول إليه للبناني أنه والله دولارك بده يصير بعشرين ألف تتخياري أحدك يمسد بيتحق عليك من سنة من سنتين بيتحقوا عليك بس لمسيب البنزين بيصير حد الأدنى تنكتين بنزين ما بيصدوا ولمسيب أنه بعد مرشحة لأنه يرتفع أيضا بتصير أسفر إذا لم نواجه وقعنا التقنيا هاي تقنيا سياسيا بدنا نصالح الدول السياسية بدنا نحكي مع الخليج بدنا نصلب الوضع مع الخليج بدنا نقرر وين لبنان شو دور لبنان الاقتصادي بدنا نرسم حدود من البحرية ما فينا يعني ما فينا نظلنا نعتبرها هاي دي مجال للشعبوية أنه أنا بدي فوت على تلقبي بعد خط تسة وعشرين هداك بيقلك أنا تلاتة وعشرين بدنا نحكي بكل جرأ بهذا الموضوع بدنا نوصل لتسوي مصالح اقتصادية وحكيها وزيد خجي من الأسبوع أنه في مصالح اقتصادية بينك وبين عدوك بدي في فريق الأمريكاني يجا بيوفق بياناتنا الرئيس بره بعد عشر سنوات وصل لإطار مقبول الخط تلاتة وعشرين بيطلع عندك حقلك أنت حقل خانة اللبناني حقل الكريش الإسرائيلي بدنا نقبل أنه لا مش ضروري التسوي عشرين اللي بيفوت على تلقابيب وبيضرب كريش وهني بدنا يقبله مش الواحد اللي بيضرب لنا ويصلنا عصور وبيضرب لنا القناة بدنا نسمح للدول تساعدنا أنه الحقل اللي هو بأكتريته لبناني للبنان اللي هو حقل كان وحق الكريش للعدو ونسمح لشركات كبرى تفوت على الخط هذا قد يفتح الباب يعني الإسرائيلي أكتر من مرة صارئية أنا لحظة وبعتها مع دارة العيسى بالزمين وبعتها مع كذا مندوب لحظة اللي بتترسم الحدود البحرية أنا أنسح من شبع وإن كفرشوبة تخيل وين منصير مش بس تستفيد من ترسيم حدودك البحرية قد يتطور الموضوع لإنسحاب إسرائيلي من شبع وخلي الأمم المتحدة تتصرف نكون نحن وين صرنا جاءنا للأواقع ووضع هدني بمسؤولية وما افتعلنا مشاكل يعني بمحلات معينة أنا بشوف هالأضايا وهالتكبير قد تكون افتعال أنه بلا ما نوصل لهذا إذا وصلنا لهذا الترسيم يمكن ينسحب الإسرائيلي السعاب الإسرائيلي نحرجنا نحن بمكان ما بنحكي باستراتيجية دفعية هدايا نحرج بموضوع تاني بنا نكون جارئين لبنان ما في كفة هيك الشعب اللبناني حرامي نعمل نعمل فيه من أن نواجه كل التحديات بدءا بهوية لبنان العربية وصولا إلى اتفاق الطائف نمارس ونطبق بفعليته وصولا إلى الترسيم للحضور البحرية ونشجع على انسحاب من شبع اللي قد يحصل بشكل فجائي إذا صار وسط المصالح البحرية تتحددين وخلينا نفكر بمرحلة جاية لمرحلة غاز ونفط لبنان قادر بوقت عم نشوف اليوم بالمؤتمر الدولي للاحتباس الحراري قديش عم بيطلعوا من فكرة الأويل من فكرة النفط يعني من هلل لكم سنة الغاز والطاقة النظيفة هن الأساس فإذا عندك غاز وعندك شمس هلقد قادر اللبنان يكون مورد أساسي للطاقة على مستوى العالم نحن وطبعا محيطنا نحن وصوريا ومصر وقبرص فقدرين نلعب دور كبير اقتصادي بالعالم لأنه يظهر فيه ثروة غازية كبيرة باللبنان بس الثروة الغازية بدأ استقرار تنقيب عن الغاز ونحط منصات بالبحر بتسوى مليارات الدولارات ما فينا نهددها كل يوم بدأوا كمان تواصل مع النظام السوري ومش بس استقرار لأن فيه بدأت ترتيب المنطقة بس بدأوا يشعر هالمستثمر إن كان بيجي يستثمر باللبنان التوتال ما التوتال يحط منصات بلبنان شفرون وهالي بيرتن الأمريكانية بدأوا منصات بإسرائيل الروسي بدأوا منصات بسوريا نعم مقسمين تقريبا كعكة الغاز هاو دي المنصات لها الثلاث دول العزمة ما هيقبلوا يعملوا منصات بمليارات ضرارات وإنتي عندك صاروخ قدر تهديديهم فيهم إذا اختلفت معهم على أي موضوع تاني خيكون صريحين بدنا نفوت بمرحلة الغاز والنفط بدنا نبلش نفكر باستقرار هذا الموضوع كمان إنه إذا بدنا نحكي جنوبا في مآخز كتير منقدر إنه نحكي فيها ولكن أنتو دايما بتهربوا إن كنت تحكوا شمالا لأنه بدوا يصير في ترسيم حدود بين لبنان وسوريا وإنتو رافضين لأي حوار مع النزام السوري وبالتالي إنه كمان أنتو معرقلين في حكومة ترسيم الحدود ما بدوا نحن ما بدأ الأحزاب تروح تدى في حكومة تتفضل تروح ترسم وقدتلك نحن بال2006 وافقنا على طولة الحوار بال2006 وقتها اتفقنا مش ترسيم لأنه قال بيتحسس نظام من قصة فكرة الترسيم سميناها تحديد وقتها السيد حسن نصحنا حكومة تحديد وطلع المحضر للاجتماعات إنه تحديد الحدود السورية اللبنانية اللي بديك تصل إلى يوم لأنه بكرة لا يا ماف بدي يضبط لك التهريب بدي يضبط لك الضرائب بدي يضبط لك الجمارك ما فيها تكون حدود سايبة لأسباب اقتصادية غير الأسباب السياسية وترسيم الحدود البحرية كمان ما بدأ حزاب تفاوض الدولة تتفضل تفاوض وشوها المشكلة يعني نحن حتى حكينا بموضوع الغاز يعني حكيها الرئيس وليل جملات أنه اي إذا بدي يمروا من سوريا يمروا يحكوا مع سوريا مرؤولنا الغاز ومرؤول الكهرباء يعني بالأخير عم نفكر بمصلحة شعبنا اليوم أنت الغاز المصري بيعطيك أربع ساعات بالنهار عظيم الكهرباء الأردنية بتعطيك ساعتين ثلاثة بالنهار إضافة عظيم وهو ما بيندفعوا من الخزينة اللبنانية هو حيندفعوا من الولد بانك إلى أن يخلص برنامج ده معهم طيب عظيم عم نقبل ست سبع ساعات بدون ما نشيل من الخزينة اللبنانية مصاري اليوم ندفعهم بعدين ضمن برنامج الغاز النفط الأويل هذا الفيول الأويل العراقي كمان ساعتين عظيم يعني ما عم نكون شغلي بتفيد الشعب اللبناني بالعكس عم نكون مبادرين ومشجعين طيب رح أحكي بالمحور الأخير عن موضوع الانتخابات بداية هل بتتصور أنه ممكن تطير الانتخابات جراء كل شي عم نشهده من سجلات سياسية من مواضيع خلافية من خلاف حتى على أنون الانتخابات وتحديد موعد إجراء الانتخابات تعرض يمكن يكون فيه طعن أيضا من قبل إن كان رئيس الجمهورية أو التيار فيه انتخابات لك عنوان أنا أتوقع نعم فيه انتخابات لأنه اللبنانيين مقتنعين والعالم كله مقتنع أنه هذه محطة أساسية لإعادة شرعنة الموجودين وأعطاء فرصة لآخرين للدخول لا بس البعض يقول أنه فيه تيارات متخوفة من إجراء هذه الانتخابات لأن أحجامها كمان تتقلص كل القوى السياسية تأثرت نكون صريحين كل القوى السياسية بنسب متفاوتي تراجعت بمرحلة الماضية وإنما بالمقابل لم يظهر كمان فريق موحد متضامن بيقولك لخسرتي أنت حأخذه أنا فما معروف اليوم اليوم النتائج كيف رح تكون بس الخسائر لن تكون كبيرة جدا أنا نعناس أكتر من ناس نعا بس بتقليلي اللي صار بمجلس النواب من إقرار القانون أو إقرار التعديلات هل هي قانونية ودستورية نحن برقان دستورية لأنه عم نحكي ما عم نحكي بتقريب انتخابات حكينا انتخابات 27 أظهر اللي هي ضمن المهلة الستين يوم اللي بيلحظ القانون للانتخابات إجراءة ستين يوم قبل موعد انتهاء الدورة دورة تنتهي بعشرين أيار وبالتالي لحد عشرين أظهر بعد فهيدا منه خارج الدستور البنود اللي عدلناها هي بنود تنسجم في حال مجلس وزراء أخذ قرار ضعوة الهيئة الناخبة بـ 27 أظهر بتكون قصة ستين اللي تنسجم مع هذا التاريخ موضوع المغتربين هذا الموضوع اللي اللي نجمدها لمرة واحدة لأنه موضوع الست اختيار قبل ما نحكي بالسياسة بالقانون الست اللي ينتخبون بالخارج بعدها منا واضحة طب صلنا أربع سنين تتخلص مستوى كان لازم بهالأربع سنين تتحدد موضوع القراط وموضوع القليات وموضوع بدنا مرسيم طب ما أنا عملت اليوم ما يسوزراء ما يجتمع كيف تتعامليها وبالتالي إذا تركت لهيك يعني طار طار تصويت المغتربين ونحن بالعكس جرأ مننا نحن وغيرنا يعني خلي المغتربين صوته لل128 نائب طبعا في لعب صوت ضمن دائرته لأنه بهمنا نسمع صوت المغتربين وحقهم المغتربين لا سيما اللي تغربوا آخر سنتين وثلاثة اللي بنا نقول تهجروا مش تغربوا يعني هجرناهم بسياساتنا هشرناهم حقهم يعطوا رأيهم بأي لبنان يريدون بأي مستقبل لبنان على المستوى الشخصي اليوم حضرتك عادة تترشح بالدائرة اللي بيكون فيها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبتكون ضمن لائحته هل صار فيه تواصل بينك وبين تيار المستقبل لإمكانية الترشح على لائحتهم هل وصلت لك أحبار أنه إمكانية عدم ترشح الرئيس سعد الحريري بهذه الانتخابات لا بعد صراحة ما خضنا بعد بغيبار الانتخابات نعم صفوفنا نحن كحزب تقدم اشتراك عم ننظم حالنا عم نحضر حالنا ما فتنا بعد لا بحديث تحالفات بس طبعا تحالفنا الطبيعي مع طيال المستقبل مش بس بيروت بيروت وإقليم وبقاء الغربي يعني لدينا كتير مناطق التقاء نحن وياه وهذه شيء طبيعي يبقى ننتظر التطورات الأيام المقبلية شو بد يصير ننتظر طيال مستقبل شو ديامر وفي قنوات بالحزب هالمرحلة عم يتعطوا مش أنا شخصيا عم يتعطوا ونحن كحزب اشتراكي بعد ما ما أنهينا قرار الترشيحات عنا يعني بعدنا بمرحلة مين رح يترشح وين يعني يمكن يكون في شوية تغييرات بالترشيحات بس أنتو كمان هشلتوا لرئيس طيال المستقبل من التحالف منكم كيف يعني أنه هلأ ممكن هو عم ينحك أنه ممكن ينزل لحاله بالانتخابات من دون أي تحالفات مع حلفائه فبالتالي بتكونوا هشلتوا نتيجة تركتكم لقاله كل هذه المترة اللي بيجمعنا بالشيخ ساد أكتر بكتير من أي اعتبارات تاني صراحة وهو لا هو اخذ قراره وصار له فترة غيب عن البلد ويقال بده يرجع بهالقريب العاج ونحن نطرين وفي تواصل مع زميلنا وقل أبو فعور هو بتواصل مع الشيخ ساد ومع الكتلة هو مكلف بهذا الملف وعن بيكون الأجواء لحد هلأ منيحة نطرين شو بدوا ياخدوا أرار الترشيحات عندهم وكيف الدوائر ونطرين أقر هلأ القانون ما نشوف إذا بني عملوا طعن لأنه جبت سيرة الطعن إذا طعن بهذا القانون نحن نتوقع أنه الطعن ما يكون جد بمحلات معينة وما يكون معينة يبت بسرعة تتضل الانتخابات في أوقاتها لأنه هذا موضوع أساسي لنوصل مع الصندوق لنقاد لنكسب سائة الداخل سائة الخارج ونقدر نبلش نطلع من أزمتنا الاقتصادية الاجتماعية قبل ما تكون أزمتنا السياسية نائب فايصل الصيغ عضو اللقاء الديمقراطي أنا بتشكر حضورك اليوم لعنا وشكر موصول لإلكم أيضا مشاهدين على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء شكرا